تختلف أحوال الناس في استقبالهم لرمضان منهم من تشغله المباريات والمنافسات الرياضية ومنهم من يمضي أيام الشهر ولياليه في متابعة المسلسلات والبرامج وصنف آخر همه الأكل والشرب والتسوق وكثير من الناس يمضي رمضان في النوم والراحة فيقبل عليه شهر الخير وينقضي دون الاستفادة منه يقول عليه الصلاة والسلام رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له ولألا ننطوي تحت هذا الوصف علينا أن نستعد لاستقبال شهر رمضان بعزيمة قوية ونية صادقة بأن نستغل أيامه ولياليه لنفوذ برضى الله ونكون كشخص دخل مزرعة مليئة بأنواع الثمار والطيبات فيجمع منها قدر طاقته خطط لاستغلال وقتك في رمضان والتبدأ من الآن هل تعلم أن عدد ساعات شهر رمضان 720 ساعة فقط يذهب فيها ما يقارب 660 ساعة بين نوم وأكل وشرب وزيارات وغيرها من أعباء الحياة المختلفة ولا يتبقى لك سوى 60 ساعة تعادل خمسة أيام فقط لذلك تذكر أن وقتك ثمين فلا تضيع فيما لا طائل منه احرص على صلاة الترويح في المسجد قال عليه الصلاة والسلام من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة واجعل شعارك في رمضان لن تفوتني تكبيرة الإحرام فلا يؤذن المؤذن للصلاة إلا وأنت في المسجد أكثر من تلاوة القرآن وعقد العزم على ختم كتاب الله ولو ختمة واحدة وستجد الوقت الكافي بعد أذان كل صلاة وليكن هدفك تدبرة والعمل بما فيه وليس زيادة عدد الختمات في شهر رمضان عشر ليال من أعظم ليالي العام وفيها ليلة خير من ألف شهر الكثير منا يضيعها في التسوق والتجهز للعيد لذلك أنصحك بإنهاء كل هذه المشاغل من الآن قبل دخول رمضان وإملاء وقتك بالذكر والدعاء طيلة الشهر الكريم فأبواب السماء مفتوحة رمضان ضيف قادم فأحسن استقباله